السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله اليوم نستوروا مبقوش كيستعملوا الاوراق وليكيستعملوا الشريحة الالكترونية هاد الهاتف النقال فيه شريحة الالكترونية كيخزن المعلومات بوحد الوفرة غريبة جدا فمن يستعمله في حفظ الورد اليومي فلا حرج احتبر العلماء قل لك لا حرج حتى يدخل معك الى الكنيف الى المرحاض الفيسي فعلاش؟ لان الهاتف عامر بالباغاماتك دياله كثيرة فيه قنوات على الاخبار وقنوات كذا وكذاكش متعدد وفيه واحد شريحة صغيرة جدا في القرآن الكريم فقال لك لا حرج ان تدخل القرآن لكن اذا غلب على هاتفك كاللي عنده هاتف مومن كاللي عنده تليفونه مومن قد قد اكتليفون في القرآن الكريم في الأحدث النبوية في الأدعية وكي يتصل بالعائلة والإحباب وكي يصل الرحيم هذا تمومن هذا هاتف مومن وكل عنده هاتف مسكين الله يهدين ويهدينه عامر بالأسماء ديالناس اللي فيهم تخلوين أو فيهم المغامرات العاطفية أو كذا أو كذا يعني هذا قد يدخل المرحض أما الثاني إنسان مولاد يحترموه لدخل الكنيف يخلي على براء لأنه يغلب على ذلك الهاتف الكلام المقدس أما آخر سؤال لوضعته الأخت الفاضلة لأنك تقرأين القرآن العظيم عبر الهاتف هذا لا حرج فيه القرآن الكريم هو كلام الله في أول العهد القرآن الكريم لم يكن مكتوبا في المصاحف كان محفوظا في الصدور كان محفوظ في الصدور وقليل اللي كانت يكتبوه لأن وسائل الكتابة لم تكن موجودة كانوا ناس يكتبونه على العسوب وعلى أوراق الشجر وعلى أكتاف الإبل قليل اللي كان ما كانش وسائل الأوراق والأقلام ما كانش رغم أن ربنا عز وجل قال نون والقرآن وما يسطرون وما يسطرون يعني التسطير الكتابة العلم كيوليك صيد والكتابة قيد لكن فيما بعد قد انتشر الكتابة قد نتغريدون المصاحف السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله